مسمحونا في الفقرة دي أحد الفقرات الرئيسية في حلقة الليلة من التاسعة إن احنا بنتناول موضوع مهم جدا وأعتقد مشكلة تقريبا تقريبا يعني موجودة في كل بيت مصر وفي إطار الاهتمام اهتمة دولة بالأطفال أطفالنا في سن صغير واهتمام كمان تحديدا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمسألة برامج الأطفال وإزاي نوع الأطفال وإن نميهم صح كلمنا من يومين عن لعبة خطيرة بتسبب الاكتئاب للأطفال ويتكلم قبل كده على مسلسلات هادفة تم إنتاجها من خلال الشركة المتحدة وواتشت النهاردة عايزين نتكلم عن مسألة الطفل والموبايل والطفل والموبايل يعني احنا من أول ما الطفل بيبدأ يمسك الموبايل احنا هنتكلم بقى عن المشاكل أهم التحذيرات والنصايح اللي بتخص نمو الطفل وسلوكه وإعلقته بالألعاب والتكنولوجيا وتحذيرات من أن الأطفال تمسك الموبايلات وتبص في شاشات الموبايلات طويل لفترة طويلة وتحديدا لو يعني النور مطفي كمان إن دي مشكلة كبيرة جدا وممكن تأثر على نمو الطفل سمحونا نرحب في فقرتنا دي بالدكتورة نجلاء موسى استشاري أول طب الأطفال وهي حديثي الولادة دكتورة نجلاء برحبا حضيك معنا أهلا مجيك أستاذ منوران لا يخلو بيت في مصر من طفل ماسك الموبايل وعارفين الأسباب وتكلمنا فيها قبل كده لكن احنا دلوقتي عايزين نأكد على المشاكل ويعني نحذر الناس أكتر من إيه اللي ممكن يحصل للطفل من ماسك الموبايل فترة طويلة ومن بعض الألعاب كمان والتكنولوجيا الموجودة عليها أكيد يعني هي مشكلة خطيرة جدا بتواجهنا الأيام ديت وبدأنا كده كترة أطفال نشوفها في عيادتنا نشوف الطفل هو داخل علينا سواء عنده توحد أو تشتت انتباه أو انعزلية أو مش عارف يتعامل مع المجتمع وللأسف الأم داخلاء والطفل ماسك الموبايل في إيده يعني حتى يعني هي داخلاء جاية تعالجه من نفس الموبايل يعني حتى مش عارفة أكشف عليه تقولي الثاني ما شغله اللعبة عشان تعرفي تكشفي عليه فهي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة بقى لآخر التوصيات للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال قالت أن أول سنتين ممنوع الموبايل ممنوع التلفزيون ممنوع كل الأجهزة الإلكترونية وأول سنتين ليه؟ يعني علشان خاطر الجهاز العصبي بيكون بينمو في أول سنتين هو غير مكتمل فأول سنتين ده ممنوع خالص خالص يعني أول سنتين من نفسه أول سنتين طيب من سنتين لخمس سنين قالت من نص ساعة لساعة من نص ساعة لساعة في اليوم المدة المثالية المدة المثالية من نص ساعة لساعة من خمس سنين لتمنتاشر سنة اللي هو تمنتاشر سنة ده سن الأطفال عندنا آخره 18 سنة قالت ساعتين لسه لحد الوقت 18 سنة ستنا الأطفال مع تطوير تكنولوجيا لا هو 18 ده رقم سابت لأنه يعني جسم الطفل أو جسم الإنسان فعلا بيكتمل نموه عنده 18 سنة فطبعا يعني أول سنتين ده ممنوع لأنه الجهاز العصبي لسه ما تكونش المواصلات العصبية جوه مخ الطفل بالذات في الفصل الجبهة بتكون لسه بتتكون فأنا ما ينفعش أجي بقى أطبلع أشعة على دماغ الطفل توقف لي المواصلات العصبية دي مباشرة ده بيحصل مباشرة بالضبط هيحصل إيه بقى للطفل ده هنلاقي الطفل ده عنده توحد أو تشتت انتباه أو أن الطفل ده مش عارف يتعامل مع المجتمع فقد التواصل مع المجتمع نبص نلاقي فيه إنعزالية الطفل ده مش قادر يتعامل مع قريبه حتى وأصدقائه الكميونيكيشن نفسه عنده معدش موجود مش عارف يتعامل غير كده طبعا النظر بنلاقي أطفال كتير ضعف النظر والنظرات وجفاف العين ومشاكل كتير جدا في النظر ويمكن ده كترة الرمض يقدروا يتكلموا أكتر في الموضوع دي والمشاكل اللي بيشوفوها بنلاقي بردك مشاكل العمود الفقري والأتب اللي بيحصل للطفل لأنه قاعد طوله نهار في وضع غالب كل حاجة بتتأثر بالزبط عندنا بقى مشكلة كبيرة جدا الطفل لما بتعرض الأشعة الزرقاء دي الأشعة دي بتأثر على هرمون الميلاتونين هرمون الميلاتونين ده في جسم الطفل مهم جدا للنوم بالزبط بوقف الموضوع ده يعني احنا دلوقتي اتكلمنا أول حاجة عن المشاكل اللي بتحصل مباشرة بدون أي تردد يعني ده هيحصل هيحصل لقدر الله اتكلمنا عن المدة المثالية قبل سنتين ما فيش من سنتين لخمسة من سنتين لخمسة من نص ساعة لساعة من خمسة لتمنتاشر ساعتين ساعتين ماينفعش أكتر من ساعتين دي اسمها المدة المثالية طيب هل في وقت مثالي أن الطفل احنا خلاص قبل سنتين مش هيمسك موبايل خلاص يعني الناس ان شاء الله هتقتنع وأوليها الأمور يعني يبقوا معانا يا رب أول سنتين ما فيش لما يمسك بقى الموبايل لما يمسك الموبايل في وقت مثالي طبعا احنا ما بنحبش الأوقات الليلية أبدا يعني بنقول قبل النوم بساعة ممنوع نطفي تلفزيون ونطفي الأجهزة ونضلم الدنيا علشان الميلاتونين برده علشان الميلاتونين والجراس هرمون وهرمون النمو أنا محتاجاهم بقول بردك للأبهات يعني الطفل يمسك الموبايل 20 دقيقة وبعدين يريح 20 دقيقة احنا بنتكلم على الساعتين بقى اللي هو من 5 سنين لـ 18 سن 20 دقيقة ويريح 20 دقيقة وهو بقى بيريح 20 دقيقة مفروض أنه هو يبص لحاجة بعيدة دي قاعدة 20-20-20 أنه هو يبص على بعد 20 قدم كده على حاجة بعيدة عشان يريح هناك يقضى 20 دقيقة كده يتأمل المشكلة أنه يبص على تلفزيون فيعني الأوقات الليلية ممنوعة خالص الإضاءة بقى بتاعة الموبايل لازم تبقى خفتة يعني نظبط الستنج أنها ما تبقاش الإضاءة عالية إضاءة الغرفة ما تبقاش مضلمة خالص لازم تبقى منورة علشان الأشعة ما تبقاش متركزة على دماغ الطفل وعينه الوضع اللي هو قاعد الطفل فيه لازم يبقى قاعد فارد نفسه على كرسي مناسب ويلعب وهو أكيد طبعا يعني سواء اللابتوب أو الآيباد بيقدم معلومات للطفل يعني عندنا المنصات التعليمية والطفل آه يعني هيشوف حاجات مفيدة إحنا ما نقدرش نوقف طبعا التكنولوجيا العظيمة اللي حصلت وطبعا المنصة التعليمية دي بتقدم للطلاب حاجات مفيدة جدا فأنا ما قدرش أقول لا يعني رهبت المنوع بس بنقنن نقنن ونزبط الدنيا وإن شاء الله الأمور تمشي كويس يعني إحنا قلنا المدة المثالية قسمناها من سنتين لخمس سنين من نص ساعة لساعتين ومن خمس سنين لتمنتاشر سنة ساعتين ساعتين يفتحش بلاك ويبص ويبص بقى على أي منظر طبيعي عشان عينيات يستريح صعب جدا يعني الفكرة هنا احنا محتاجين نوعي أولياء الأمور بطريقة وإحنا معهم للآخر يعني أنا هقول لحضرتك هو اللي عنده سنتين ما يعرفش يعني إيه مبايش الأم هي اللي طلعته ودتوله وعلمته وقالت له يدوس على كده بص الأغناء بص علمته ونزلت له وعملت له تحميل لحاجات عشان خاطر يفضل حاجة ورا حاجة اللي بقى لعشرين ديئة تخش في ساعتين مرة واحدة طيب لو دخلنا بقى على الحاجات الطفل بيشوفها يعني دولياتي فيه ألعاب إلكترونية خطيرة ده ممكن يأثر عليه أنا كنت قريت مرة حاجة دكتورة إن اللي هو بيسموها الريلز أو الفيديوهات السريعة دي بتصيب الأطفال بحاجة بحالة من حالات دي إن هو بعد كده ما يقدرش يتفرج على أي محتوى أكتر من اللي بيشوفه بالزبط فبالتالي ممكن يزهق من حصة الدراسة ممكن يزهق من المذاكرة ممكن يزهق من أي محتوى طويل بالزبط هو كمان بتعمله إيه مع الحالات دي هو كمان بيفقد التفاعل يعني أنا مفيش مدرس مفيش حد بيقولي يعني إحنا كنا زمان الفصل والمدرس واخد بالي مني ويطلعي على الصبورة كتابي خلاص هو فقد الإحساس التواصل نفسه اتفقد فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا والريلز والحاجات بتقدم معلومات غلط للطفل بتقدم مثلا مثلا شالنج أو مسابقات ممكن تضر بالطفل في صحيته يعني إحنا شفنا أطفال مثلا في لعبة معينة إنه هم ينطوا على إيد بعض كده يعني ابني صديق له وقع رجليك قسرت عشان يعملوا لعبة معينة ويعملوها تيك توك وتزهر فيعني كان لسه من يوويب يتكلم عن لعبة اسمها طفل لبنسبورن اللعبة تجيب اكتئاب مباشرة بالزبط لذلك احنا بنشوف فعلا أطفال أطفالنا بنشوفها فعلا الولاد مش طوائعين يعني كتير طفل فعلا مسألة النهور مش عايز يكلم حد وهي نسبة التوحد والانعزالية والعدوانية بقى في الألعاب اللي هي فيها معارك وضرب يعني هو قاعد بيكلم واحد زميل وبيلعب وقاعدين يتشكله ويضربه فخلاص هو أي حد هيجي يكلمه هيبقى عدواني بنفس الطريقة دي والمشكلة إن أولياء الأمور ساعات كلنا يعني بنسأل هو الطفل ماله وإحنا أصلا طيب إحنا كده عرفنا المخاطر وعرفنا المشاكل اللي ممكن تحصل والتجاوزات اللي إحنا بنتجاوزها وبتأثر على أطفال الحلول البديلة إي يعني هل مثلا الولاد يخرجه كتير الأماكن المفتوحة يلعبه ما عادش ده بنشوفه برضه أكيد أنا يعني هنبدأ بقعب الطفل الصغير من أول ما يتولد لغاية سنتين هنبدأ هو يسحف ويتحرك في البيت ما تدلوش الموبايل وما تفتحيش التلفزيون وما لتعملي إيه ودي معايك المطبخ يلعب يعني يلعب في الإطباق ويحط إطباق صغيرة جوا إطباق كبيرة دي حتنمي الحواس عنده هو ماسك الطبق وبيحط طبق صغير جوا طبق كبير هتزود المواصلات العصبية عنده إنها تشتغل فلا إنما أنت لو أعطيه قدام التلفزيون ولا هيشغل إيده ولا هيشغل رجله ولا هيشغل مخ ولا هيشغل مخ دي أبسط حاجة للأم البسيطة خلص اللي مش قادرة تشتري لعب حتى إنما اللعب المكعبات والحاجات والبازل والحاجات اللي بتركب دي ممتازة قوي ده للطفل السنتين اللي هو متواجد جوا لبي الأكبر بقى دوكرة بيروحة الجنائية أصعب حالات جاتلك دكتورة نجلاء في العيادة يعني متعلقة بمشاكل ولا هي كل الحالات بتجيلك لا أنا على الحقيقة شفت حالات كتير قوي توحد إن الطفل يخش ما بيبصليش وما بيبصش لحد ولا عارف مامته ولا باباه ومش عارف يتكلم يعني عندي طفل عنده حوالي خمس سنين مش عارف يتكلم خالص مش عارف يقول ولا كلم بالضبط وهي دخلة برضا كما استكلم موبايل يعني أنا قلت لها أنت كده مصممة أنت تستمر في نفس السكة وهي بتقولي لا ده كويس ده بلعب ألعاب ومعدين هم متوحدين على فكرة بيعرفوا في لعب وألعاب ويجيبوا إنجاز جامل جدا طبعا آه في زكاية بس يعني عشان إحنا عندنا الطرف مهم وأصيل في المعادلة هو الأم أو الأرض طبعا هي شايفة أنه هو برضو عادي لا يخليه وانت بتقولي لها حضرتك اللي هو لا وتقولك آه لغاية ما ما بنوصل لمرحلة تبدأ تروح جلسات التخاطب وجلسات تعديل السلوك تبدأ تعرف أن ابنها عنده مشكلة طيب آخر حاجة هنختم بيها الفقرة دي ممارسة الرياضة ونأكد عليها تاني ممارسة الرياضة والنشاطات الثقافية احنا مبارح كان معنا فقرة عن الأطفال الألف مبدع في الصعيد وفي سينة يعني الأطفال بتروح أماكن وصول الثقافة وبتطلع الموهبة اللي موجودة عندها وبنشوف ده الطبيعي ده الطبيعي وإحنا لازم يعني نبدأ بأطفالنا الصغيرين نبدأ ناخدهم من أول سنتين الجناين ويلعبوا ولو فيه أنشطة فنية أو ثقافية أو البنات مثلا الخياطة والتعليم والحاجات بتاع الزمان اللي كانوا أهلينا بيوضع الزبط دي بتنمي الحواس اللي بتفقدت في مخ الأطفال ما عددتش موجودة الأطفال أصلا كمان يعني دمخهم صعبة مثلا تعلم حاجة أقول لك لا هي موجودة أصلا وموجودة أنا هعرف أعملها على الأبليكيش وده غلط لأن أنا ما بحركش إيدي ما بقومش أجيب الخيط والإبرة وأبدأ أغذر حاجة طيب يعني إحنا برضو مش عايزين نضلم أول مو لا مش هنضلم يعني خلاص إحنا عرفنا اللي فيها وعرفنا إيه اللي بيحصل وإيه المطلوب نعمله وإن شاء الله نعمله وكلنا كأولئة أمور إن شاء الله لقدر الله لو طفل جالي طفل جال حضرتك وعنده توحد الأمور بتتحل يعني بتتحل أكيد بس يعني التواحد بيبان على فكرة من بدر قوي من عمر سنة الأم بتبدأ تاخد بالها إن طفلها مش بيبصلها مش بيتفاعل مع الناس يعني مفروض الطفل لما يشوف مثلا ده كل على الدكتور مفروض إن هو يخاف منه ما يروح لهش أو يبصله ويبقى يعني ده الطفل الطبيعي ده طبيعي لا هو بتلاقيه بيبص في حتة تانية خالص ولا هو مع الأم ولا مع الدكتور ولا معاهة ستبقى مشكلة يعني ربنا يعني نتمنى إن شاء الله أن تكون للحلقة دي أو الفقرة دي تحديدا مهمة بالنسبة للأولئة والأمور يعني اللي لم يدرك يعني يلحق يدرك بقى ويخلي باله من الملاحظات وعلى طفله الدكتورة نجلاء موسى استشاري ودكتوراه في طب الأطفال وحديث الولادة أنا بشكر حضرك جدا مرسي جدا موسيقى